اللي فد ده كان معلومات عن المدرب فرناندو دينيس افتكي الاسم ده كويس عشان ده هيبقى واحد من احسن المدربين اللي في العالم كمان الراجل ده مدرب بيتقال عليه في البرازيل وفوق ربا انه جورديولا البرازيل جورديولا البرازيل طب ليه تقال عليه جورديولا البرازيل عشان الراجل ده طريقة لعبه الكرة الممتعة اللي هي تيكي تاقة لو لمسة ولعبة ومساحات وحاجات وحشرح لك شغله الفني برضو وزي ما انت شايف كده بيصفوه بجورديولا البرازيل طيب لما تقالوا بقى ان انت جورديولا البرازيل قالهم لا لا تهزر يا عمي الناس بتكبر منها بتقولك انت جورديولا البرازيل لا يا عمي يا سيدي انت جورديولا احنا بنقول انت كده جامد لا انا مش جورديولا ليه بقى انت مش جورديولا قالهم والله جورديولا بيلعب على التمركزات بتاعت اللاعبين يعني كل اللعيب له تمركز في الملعب وبيبدأ يشتغل على انه يخلق لهم مساحات يبقوا متواجدين فيها فيبدأوا يلعبوا على المساحات دي في التمركزات بتاعتهم لكذا ما باعتمدش على التمركزات دي اوش انا اللعيبة عندي مش هتلاقيها في تمركزات واضحة بنقول عليها احنا في مصر كده اللا مركزية فيش حاجة اسمها لها مركزية قوي بس منول عليها كده اللي هي مركزية اللي هو اللعيب يبقى في أباك المختلفة يعني مرسله مثلا في الليفت باك اللي هو الزهير الأيصر فاجأت ليه في نص الملعب فاجأت ليه نحية اليمين فاجأت ليه في السنتر باك في الدفاع عنده شوية لعبة كده طيب هو فلسفته ايه فلسفة الراجل ان انا هلعب ان انا اخلق مساحات مش اخلق لعيب في المساح يعني ايه يعني مثلا هتقولي يا جماعة الصور هتقولي الصور الفناء انه هو ايوه الصورة دي كويسة بس دي الصورة اللي بتبينها وقدر رايتوينج اللي هو الجناح الايمن رايح للجناح الايصر يعني مثلا مثلا ده بيرسي تاو وقف جنب حسين الشحات اللي كنت لسا بقولك عليه عدم التمركزات او اللي مركزات زي ما بنقولي احنا يعني هات الصورة اللي بعدها بص بقى يا سيدي شايف التكتل ده كل لعيبة فلومنانسي في حتة واحدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في منطقة صغيرة جدا طيب هو بيبقى هدفه ايه بقى من اللقطة دي هدفه من اللقطة دي ان انا هجمع كل لعبتي مع لعبة المنافس وعلى الناحية اليمين بقى خالص هكون مثلا في مساحة فضية خالص المساحة الفضية دي الكرة هتلاعب فيها هو بيخلق مساحة للكرة مش للعب الكرة ترمي فيها هيكون فيه واحد بقى جاي من اي حتة من فلومنانسي عنده مساحة فضية وعنده حرية وعنده نفس القصة هو جمع لعب في مكان بس بعدد كبير من اللاعبين خد بالك انا شو اقول لك برضو حاجة هو بيعملها بعب كرية يعني المدربين دايما يقول لك ايه جمع اللاعب في مكان وبعد كده ودي الكرة في حيطة فضية بس هو بيجمع عدد كبير من اللاعبين في مكان واحد وبالتالي بيجمع عدد كبير من اللاعبين في الفريق المنافس في مكان واحد فبيعرف يخلق مساحة ترمي فيه كرة وبعد كده يبقى فيه لاعب من فلومنانسي يظهر لهاجة الكرة اللي بيظهر ده بقى مين يعني هو مثلا ماء على الجناح الايمن ممكن يبقى الباك ممكن يبقى سنتر باك ممكن يبقى لعب النص ممكن يبقى الجناح ممكن اي حد فدي حكايته هو عنده فلسفة خاصة في اللعبة طيب ده معناه ايه؟ معناه للسادة لعبي النادي الاهلي وطبعا مدربه مقال كبير العظيم مارسل كولر محتاجين كل الزكاء الممكن في هذه المباراة بالمناسبة المباراة دي مش حرب بدنية هو مش فريق بيعتمد على القوة البدنية يعني معظم فرق أمريكا اللاتينية بتاعتمد على القوة البدنية أو المهارات الفردية لكن ده لا هو بيعتمد جدا على اللعب الجماعي وزي ما بيقولك كده انك ازاي تغدع الخصم طول الوقت فانت بحتاج زكاء كبير جدا كل لعب في النادي الاهلي يبقى عنده زكاء يبقى مركز جدا عشان هما بيغدعوا جدا بالضبط زي فرق جورديولا هما ليه شاب بيهو بجورديولا انت بيه بجورديولا هيفضل يوديك في حتة وفجأة تلاقي نفسك تلادعت من حتة ثانية خالص زكاء طول الوقت بيضعب اللعبة انها تاخد مواقف انه يبقى فيها زكاء فانت المنافس اللي هو النادي الاهلي ان شاء الله في هذه المواجهة يكون لعبيه في اقصى اقصى درجات التركيز لازم لازم فريق خطير نعم فريق صعب نعم الكسر بدنا يمشي نعم منها اوش يا خب بالك معدل الاعمار في فريق فلمنينزي مش صغير يعني مثلا احنا منتكلم على مين التلات نجوم اللي احنا عارفينهم اللي جامدين او في الفرقة دي اللي احنا دايما منتردد اسمهم عشان هم الليعبوا فاندها كبيرة بنقول كينو كينو عنده كم سنة 34 سنة بنقول مرسلو مرسلو عنده كم سنة 35 سنة بلاش في ليه ميلو بقى عنده كم سنة عارفين عنده كم سنة اللعب الكبير ده اللي لعب سنوات طويلة 40 سنة 40 سنة فان شاء الله الكسر بدناها مش علام منها اوي وان كان طبعا 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 عندهم عناصر كبيرة دانية عندها طاقة وهم بدناها كبيرة المشكلة كلها او الحكاية كلها تكمن في انهم عندهم زكاة تكتيكي محترم جدا فاحنا دي مبركزين اوي وده اللي هيفرقهم عن اتحاد جدا اتحاد جدا كان عنده صغرات تكتيكية وفنية كبيرة جدا حتى اسلوبه الهجوم كان واضح جدا فالقال يعرف يتعامل لكن الفرقة دي صعبة صعبة جدا ما تقرنش العناصر عشان في بعض الناس النهاردة بعض الزملاء حتى بيكتبوا ايه اما انتم كلموا على مرسلو وكينو في لين ميلو ده اتحاد جدا كانتي وفابينيو وبنزيمة وحجازي اسمها اكبر كمان اصلا يعني صح على مستوى الافراد صح اكبر بس على المستوى الجماعي والتيكتيكي والفني لا لا فريق اصعب بكتير طيب الاهلي كسب اتحاد جدا ازاي كسبوا بالامور التكتيكية والفنية والجماعية صح كده الاهلي هيواجه بقى منافس شبه نفسه كده شبه شبه النادي الاهلي بس طبعا مدرب كبير جدا جدا فرناندو دينيس المدرب ليه فريق فريق فلومنزي والمنتخب البرازين ان شاء الله ربنا يكرم النادي الاهلي